بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه أيها الإخوة الكرام مازلنا مع سلسلة الكلام عن الموتى ورؤيتهم في المنام والنهاردة هنتكلم عن رؤية الميت ينادي علي في المنام أو يناديني بداية رؤية الميت ينادي مجرد أنه ينادي في المنام هذه الرؤية نقف معها حينما نتوقف على حالة الرأي في الرؤية تكنت سعيد والميت ينادي؟ ولا كنت حزين؟ وهل الميت سعيد وهو ينادي؟ ولا كان حزين؟ طبعا تعتبر كده المعينة واضحة لو إن الميت سعيد أو أنت سعيد رؤية جميلة جداً بتدل على بالنسبة للميت مكانة عالية وسمع أخبار سارة لك إن شاء الله تبارك وتعالى أما إذا كان على خلاف ذلك فالمعنى العكسي تماماً أما كون الميت ينادي على شخص بعينه أو ينادي عليك فهذا الشخص أو هذا الميت يحتاج إلى صدقات وإلى أدعية منك تحديداً إذا كان بينادي عليك ولو بينادي على شخص معلوم هو يحتاج منه الصدقات وممكن يكون بينادي على شخص من أهل بيته أيضاً رؤية الأم المتوفية تنادي عليك في المنام هذه الرؤية تدل على أنك تمر بكرب وهناك فرج قريب سوف يأتيك بإذن الله تبارك وتعالى رؤية زيارة الميت لك هذه الرؤية تدل على أنك سوف تتخذ قرار صحيح في الأمر الذي يشغلك أو يشغلك في الحقيقة رؤية الحديث الطويل مع الميت ربما تدل هذه الرؤية على طول العمر لك إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية الميت فقط مجرد رؤيته في المنزل أو في البيت هذه الرؤية تدل على أنه يرغب هذا الميت في أن تتصدق عليه وأحياناً ربما ربما ودي بتبقى وقفة على حسب حال الرأي هل فعلاً هو يمر بمشاكل أم لا فهذه الرؤية تدل على أنها رؤية تحذيرية أن هناك بعض المشاكل التي سوف يدخل عليها الرأي ومع شديد الأسف رؤية الميت يطلب شخصاً بعينه لزيارته هذه الرؤية لا تدل على موت لأن كتير من الناس بيخافوا من الرؤية دي أن الميت بيقول تعالى زورني يبقى أنا كده هموت لا هذا الميت يحتاج إلى صدقات وإلى أدعية هذا الميت ربما يكون عليه ديون فهذه الرؤية تدل على أنه يحتاج إلى سداد دينه وطبعاً الورصة هم اللي هيسددوا عنه وأكيد الميت ده أنت واحد من الورصة أو من أبنائه فيحتاج هذا الميت لسداد ديونه رؤية الميت يطلب زيارتك في المنزل مش بيقولك تعالى زورني في المقابر لا ده بيقولك تعالى زورني في البيت وترفض زيارته فهذه الرؤية تدل على تماديك في الأخطاء تماديك في الزنوب والمعاصي تماديك في الأشياء السيئة التي ترتكبها في حياتك فعليك أن تنتهي منها لأنها رؤية تحذرية وطبعاً كويس أن الإنسان بيقوله رؤية تحذرية علشان خاطر تنبهه لأمر خاطر وهو يفعله فينتهي منه حتى يعود لرجده وتكون الأمور على ما يرام تظهرنا في اللقاءات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته